السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز بيست فيفا موبايل تسعة واشر في ابدات نزل الفجر خاص بالايفنت بتاع الوفا شامبيون ليج والابدات ده عبارة عن توضيح ان دور الست واشر ان شاء الله هيتفتح بعد ستة وعشرين يوم من النهاردة يعني هم مش كاتبين طبعا الايام بس انا اقول لكم انا عارفت ازاي ودلوقتي الخبر بيقول ان دور الستاشر هيتفتح قريب وان جروب ستاج بتاعت دور الاتنين وتلاتين هتتقفل وكل نقط دور الاتنين وتلاتين اللي معانا هيتعمل لها ابدات هتبقى بوينتات لدور الستاشر عادي يعني انت لو معك بوينتات ما تقلقش عليها او ما تجريش تصرفها عادي ممكن تحوشها وتسبع معاك وهي تلقائيا هيتعمل لها ابدات لو معك دور اتنين وتلاتين هيبقى دور ستاشر تمام بس ده 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 الخبر يعني ده اللي بيقولوه طيب انا عرفت منين النهاء يعني قدامهم ستة وعشرين يوم انا لما دخلت على الايفنت من جوه لو بصنا كده هنلاقي ان الجروب ستاج فوقها تعدور الاتنين وتلاتين فاضل عليها ستة وعشرين يوم وتنتهي وهنا لو بصنا هنا هادي راوند ستاشر مكتوب كامنج ان فبراير يعني قريب في يناير او هيفتح ان شاء الله في شهر فبراير اسف هيفتح في شهر فبراير اللي جاي ده بالنسبة للايفنت فانت لو معك بوينتات بتحوش عشان تلعب مطش في الطير او بتحوش عشان تفتح تفتح خط من الخطوط فانا بقول احوشها احسن لان في دور ستاشر هيبقى اللعيبة اللي موجودة اقل وهتبقى الوفرات بتاعتها عالية وهيبقى اسعارهم غالية كمان فانصح اللي معا بوينتات انا معا 145 بوينت كنت ناوي ان شاء الله النهاردة يعني الساعة تسعة اكملهم المية وخمسين والعب مطش في الطير بس انا قررت ان انا هسيبهم مش هاجين حاجتهم ده اول حاجة بالنسبة للأبديت انا دورت على يعني لان الابديت كان شكله تقيل فانا بدور عايز اشوف ايه تاني حصل في اللعبة في الابديت مش فاهم فما لقيتش حاجة تانية او ملاحظتش اي حاجة تانية غير ان شكل الباك اللي هي بتاعت الفيرزز قتاك لما بنكسب الباك اللي بناخدها اللي بتدي سكي البوست شكلها بس ضعي تغير شكل الباكات من برا بس ما فيش اي حاجة تغير التانية بالنسبة للأبديت طيب في حاجة بقى انا كنت عايز اقولها للناس بس يعني ما كانش في حاجة مهما ان انا عمل فيديو عشان اتكلم عنها او التوتي زي ما بنقول اا الناس كلها اللي بيفتح باكات بلاش تفتحوا باكات يعني اللي معاه تلات تلاف سبعمائة وخمسين جوارة وبيفكر افتح باك ولا لا 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 ما تفتحش باك اللي احسن ان انت تستغل العرض ده او الاوفر ده الاوفر ده جميل جدا بيديك تمانية بوينت يعني حوالي اربعين بوينت سواء بقى اتاك او ديفنس او او يعني زي ما انت عايز بتبدلهم تقدر ان انت لو جبت العرض ده بخمسمائة بوينت هتجيب طبعا ميت بوينت في كل ريفرش يعني تقدر تجيب طلتو ميت بوينت في اليوم فانا شايف الاوفر بدل ما تفتح بالتلات تلاف سبعمائة وخمسين ممكن تفتح الباك ده في سبع ريفرش بتجيب السبع ريفرش كاملين مع الايفنت بلس ان انت كده يعني ده هيساعدك ان انت تخلص الشابتر بتاعك بدري انا مسلا بدأت في الاتاك من اول الايفنت معي دلوقتي ستمائة وثمانين بوينت ووصلت عندي كريستيانو يعني بقى لي حوالي مسلا الف تمنمية وعشرين بوينت يعني بتكلم مسلا في حوالي ست ايام او سبع ايام بالكتير وهخلص ان شاء الله كريستيانو هيبقى بقى مسلا معي عشر او تسعة ايام اقدر ان انا ممكن ابيعكد كريستيانو وانا عارف انه بعدها بتلات اربعة ايام سعره هينزل اكتر اقدر اشتريه تاني انا محتاجه اصلا في الفريق عندي انا هبيعه مؤقتا وهرجع اشتريه تاني بس هكون تسبتي فيه مش اقل من اربعة او خمسة مليون فرق سعر في البيع والشراء لما اجي اشتريه دي حاجة تاني حاجة هيتبقى معي تسعة ايام او تمنة ايام اقدر ان انا ابدأ في شابتر جديد او ممكن ابدأ في نفس الشابتر تاني بس انا عن نفسي هبدأ مثلا في شابتر زي ده انا محتاج منه كربخال احاول اجيبه ان شاء الله محتاج في نفس الوقت برضو ان انا لو عرفت اجيب كلبالي او امتيتي اي حد فيهم هحاول ان انا يعني اجيبهم الزوابيعه واشتري مكانه كلبالي او امتيتي هيفيدني برضو هيبقى الايام اللي باقي معي هتساعدني ان انا اوصل للعيبة دي ان شاء الله فبردو الناس اللي هي بتلعب ما تحاولوش تفوتوا اي رفريش حاولو تستفيدوا بالرفريشات كلها ما تفوتوهاش اللي معا ريد جيمس اللي هي الجوار الحمرة ما يضيعهاش في الباكات انا شاف الباكات مش مفيدة خالص الناس طبعا اللي بيطلع لها لعيبة يعني اعايز اقول لكم نسبة ضعيفة جدا فلو انت بطبعك مش محظوظ اصلا فيعني بلاش بلاش تجازف يعني بلاش تجازف في البوينتات دي طيب بالنسبة اليفنت التيمو في زويك ناس كتيرا كانت بتسأل على اسعار دخية بسوارز وهل سعرهم هيبقى في الارض زي ميس كده ما حصل لا مستحيل ده يحصل لأسباب كتير اولا وقت ميس ما نزل كان فيه افنت بيدي تيمو في زويك بوينت كان ساعتها الفريش شغال وكان سهل ان انت تجيب بوينتات وناس كتيرا جابت ميسي وهو كمان اللعبة كانت مزودة نسبة طلعه في الباكات حتى كان بطلع لالناس في الباكات اللي يددلي يعني في الباكات اليومية مش مش شرطة تشتريب الميت بوينت فالناس اللي بتسأل دخية وصور زي بورخص لا ما اعتقدش ما اعتقدش انهائي بالعكس يعني دخية كارت ومش هيقلة عن تسعة مليونتات او تمانية مليون ده اقل حاجة ماشي في نفس الوقت برضو الكارت بتاعه مش هيقل عن ستة او سبعة مليون دي وجهة نظري في ناس فاكرة ان الموضوع هيبقى سهل وهيوصلوا للاتنين مليون ومليون ونصف في ناس معتقدة كده لأ انا بقول لكم بالعكس اسمعوا مني الاتنين دول بالاخاص كارتين دول كارتين ماستر ومش ناس كتير هتعرف تجيبوا مغير اللي محوش بوينتات طلوعهم مش بالسهل يعني مش هتلاقوا ناس بالسهل كده اا طلع لها ركزوا في الاسبوع ده في الجروبات هتلاقوا قليل اللي بيطلع له دي خية او سوارز من باك فريق او من اا او او فتح كده باك بمية راح تطلع له لا هيبقى اصعب هيبقى اصعب اسبوع ده من وجهة نظري انا ده من وجهة نظري انا ده هيبقى اصعب اسبوع في التيموف زويك وهتبقى اللعبة دي غالية مش هتبقى رخيصة بس تقريبا ده كل اللي في اللعبة مفيش حاجة جديدة في الاحداث اشرحها في ناس كتيرها بتسأل على افنت الصين او العيد الصيني اللي هو اللونر اللونر بينزل يا جماعة في شهر اتنين برضو ممكن على خمسة اتنين او سبعة اتنين ده بيبقى معاهدو فما تستعجلوش الايفنتات تيموف زاير شغال والشامبين شغال يعني في ايفنتين شغالين ممكن نستفيد منهم بجانب التيموف زويك فما تستعجلوش وما تستكتروش الايفنتات في ناس عندها مذاكرة وعندها متحانات وبنفسها يعني تلعب ايفنت واحد ومش عارفها هتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط لو في اي تعليق او في حاجة مش واضحة سبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله اشكركم لحسن استماعكم السلام عليكم اشتركوا في القناة